بسم الله الرحمن الرحيم أحبانا وأصدقائنا أهلاً فيكم مجدداً يوم إن شاء الله بهذا الفيديو رح نعطيكم مجموعة من الأسئلة المقترحة والإضافية على موضوع الConnect sections سواء فما يتعلق في أسئلة الرسومات أو الأسئلة المقالية التي ممكن تيجي على هذا الموضوع السؤال الأول الذي يحكي لنا وهو واحد من أبرز الأسئلة التي يمكن تيجي في الامتحان يحكي لي identify the following equation يعطيني equation ويحكي لي identify أو يمكن يحكي لي the equation represents a شيء معين ممكن يكون circle ممكن يكون ellipse ممكن يكون hyperpola أو parabola تمام؟ فأنا كل علي أعمله أحاول أعرف هاي الرسمة أو أعرف سواء كانت رسمة أو معادلة مكتوبة كتابة هي إيش تمثل؟ تمام؟ هي إيش تمثل؟ بهذا السؤال مجرد ما أجي أشوف أنه في عندي x squared y squared تمام؟ طلعوا عندي x squared y squared فأنا هنا بعرف أنه هاي في الغالب هي عبارة عن إيش عن circle لكن في الامتحان كلمة circle لحالها مو كفائية ليش؟ لأنه أنا دائما لما أعبر عن circle وهذا الإشي حكينا في الفيديو السابق حكي أنا لازم نعبر عن أي circle في center وفي radius تمام؟ في مركز وفي نصف قطر طب كيف ممكن أطلع center والradius بهذا السؤال؟ بهذا السؤال أنا محتاج أني أعمل عملية إكمال مربع وبالأحرى أنا محتاج أعمل عمليتين إكمال مربع واحدة للx وواحدة للy عشان أوصل لشكل العام تبع معادلة الدائرة اللي هو بيكون على شكل x زائد a لكل تربيع زائد y ناقص أو زائد b لكل تربيع بساوي إيش؟ ر تربيع تمام؟ عشان أوصل لهذا الشكل لابد أني أعمل إكمال مربع للx وإكمال مربع للy فهو بيكون بهيك نوع من الأسئلة ضرب عصفوراً بحجر واحد إنه جاب فكرتين في سؤال واحد على الconnections وبنفس الوقت على فكرة إكمال مربع اللي موجودة في بداية هذا الشابتر في درس new function from old فباجي هون عشان أعمل إكمال مربع بمسك معامل x اللي هو الأربعة بقسمه على 2 وبربعه فبحكي x squared plus 4x أربعة تقسيم 2 تربيع أربعة شو بأعمل بالأربعة؟ مرة أجمع الأربعة ومرة أطرح الأربعة بعدين باجي إلى y تربيع بنفس الطريقة y تربيع minus 2y هاي اللي اتنين بقسمها على 2 وبربعها 2 على 2 واحد تربيع واحد بجمع واحد وبطرح واحد وهون على الطرف الثاني لازال هذا الرقم قيمته 2 أول 3 terms بكل واحدة رح يعطوني قوس عليه تربيع جذر الأولى x جذر الأخيرة 2 إشارة البنص موجب جذر الأولى y جذر الأخيرة 1 وإشارة البنص ناقص لاحظوا أول 3 بالx وأول 3 بالy طب هذا الرقم وهذا الرقم شو بأعمل فيهم؟ هؤلاء بديهم على الجهة الثانية عند الاتنين فأربعة وواحد خمسة لما يروح على الجهة الثانية بتصير الاتنين كم؟ سبعة لأنه هاي سالب أربعة وسالب واحد سالب خمسة على الجهة الثانية شو بيصير؟ سبعة فباجي بحكي هاي عبارة عن سيركل السنتر لإلها بالx-2 بالy واحد اللي هي القيم اللي بتصفر هذه الأقواس والراديس هي عبارة عن إيش؟ عبارة مش عن سبعة عن سكوير روت 7 عبارة عن جذر السبعة دائما بيكون الراديس فهيك أنا بكون عملت فل ايدنتفيكيشن هيك بيكون الجواب بالامتحان بيكون بالخيارات معطيني أكتر من خيار مكتوب فيه كلمة سيركل تمام بس شو بيكون لاعب؟ بيكون لاعب بالسنتر وبالراديس أحيانا ممكن يطلب منكم بس الراديس يعني احكي لكم سيركل وث راديس 4 سيركل وث راديس 7 سيركل وث راديس سكوير روت 7 فهو بيكون جواب الصح سيركل وث راديس أو الراديس تبعه سكوير روت 7 طيب نجل المعادلة اللي بعدها المعادلة اللي بعدها بيحكي لي y-2x² تساوي صفر لو ادناها على الجهة الثانية راح تصير y تساوي 2x تربيع هاي عبارة عن طرابولة بما انه معامل x تربيع موجب فرح تكون ايش؟ للأعلى ممكن بالامتحان يكون معطيني أربع أو خمس رسمات ويحكي لي أنو رسم الصح فبحكي له هاي هي الرسم الصح وممكن يكون كاتبهم كتابة مقالة فشو بيكون الجواب كتابة؟ بيكون تمام؟ انه فتحته لوين؟ فتحته للأعلى هون ممكن اجي احكي هاي x تساوي 2y² بما انه معامل ال-y تربيع موجب فبتكون الرسمة بهاي الطريقة وبيكون هذا عبارة عن برابولة وابنينج رايت تمام؟ انه مفتوح لوين؟ مفتوح لليمين طبعا اذا كانت سالبة بيكون مفتوح لليسار اذا كانت x تربيع موجب لفوق x تربيع سالبة بيكون لوين؟ لتحت طيب نيجي له هاي المعادلة هاي المعادلة بالبداية لو وديت ال-6 على الجهة الثانية راح طلاع معي 2x تربيع زائد 3y تربيع 6 شغلة حكيتها ببداية المحاضرة انه احنا ما نشوف x تربيع و y تربيع بتوقع انها سيركل بس بشرط بشرط شو؟ انه يكون المعاملات لقلهم زي بعضين ان لاحظوا الرقم المضروب بx تربيع هون والرقم المضروب بy تربيع هون هو نفسه اذا اختلفوا ما كيف تكون؟ اذا اختلفوا بتكون بس المعاملات مختلفة اذا اختلفت اشاراتهم يعني واحدة موجب واحدة سالبة هون صار هاي بيربول تمام؟ إذا اختلفت إشاراتهم والاثنين عليهم تربيع هذا هو الفرق في المعادلات اللي احنا أخذناها في الفيديو السابق فهون أنا بس أجي أشوف عندي تنتين تربيع تنتين موجبات بما أنه تنتين تربيع والتنتين موجبات يا دائرة يا شكل بيضوي تمام؟ بما أنه المعاملات مختلفة إذن شكل بيضوي والشكل البيضوي دائما بالامتحان لازم أحدد هو شكل بيضوي عمودي أو شكل بيضوي أفقي عشان أحدد بشوف الرقم الأكبر بس لازم هاي القيمة شو تكون واحد دائما الإلبس لازم الرقم اللي هون يكون واحد فبقسم كل السؤال على ستة بقسم هاي على ستة وهاي على ستة وهاي على ستة فبتصير هون x² over 3 plus y² over 2 بتساوي واحد لاحظوا اللي بيستعجل ببداية السؤال بيحكي الرقم المضروب بالy أكبر من الرقم المضروب بالx إذن هو خطأ الصح أخذها من هون الآن داجي بحكي هذا الرقم أكبر من هذا الرقم إذن هاي عبارة عن ellipse with major بدور على الخيار اللي بيكون بهاي الطريقة major axis y axis أو sorry x axis تمام؟ بيكون هو major axis أو بيكون ايش بيكاتب لي vertical أو horizontal ellipse بهذا السؤال لازم يكون horizontal ellipse لأن الرقم اللي موجود تحت ال-x اللي هو أنا سميته ال-x intercept تمام؟ المقطع السيني أكبر من ال-y intercept فمشان هيك هذا ال-ellipse بيكون ايش ellipse horizontal طيب نيجي للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده سؤال نمطه مختلف بيحكي لي هدا وين symmetry إحنا كنا متعودين بالsymmetric تمام؟ بموضوع symmetry اللي هو إله علاقة بال-even وال-aud بالconnect sections أسهل إش عشان تحددوا السمتري ترسموا الرسمة تمام؟ فأنا باجي بالبداية بحكي هاي عبارة عن y تساوي minus 2x squared تمام؟ y equal يعني ما منعوض ال-1 والسالب 1 زي درس ال-even وال-aud هذا متى؟ بأسئلة ال-connect sections يعني إذا كان عندي connection ليش؟ ال-connect sections أصلا عبارة عن شو؟ عبارة عن معادلات فالأسهل عليكم أرسموا المعادلة أو تخيلوها تمام؟ بعد ما تخيلوها سهل كتير تحددوا السمتري بالنظر تمام؟ لما نجي نرسم هاي المعادلة طبعا هاي السؤال أصلا عبارة عن function مش بس معادلة فلو عوضوا واحد وسالب واحد يطلع معكم even وبالتالي هو symmetry about y-axis ما في مشكلة تمام؟ لكن سؤال زي هيك مثلا هاي عبارة عن معادلة مش function تمام؟ فما بزبط أنه نحلها على فكرة even وال-ood تمام؟ لأنه even وال-ood إشيء له علاقة بال-function مش بال-equation وكنا حكين ملاحظة بالفيديوهات السابقة أنه دائما أي إش عليه y-terبيع أو قيمة مطلقة لل-y هاي equation وليست function تمام؟ هاي equation وليست function زي الدائرة فأنا ما بنفع أني أحدد symmetry أو أحدد أستخدم طريقة even وال-ood لسؤال معادلة مش سؤال function هذا بزبط لأنه هو function تمام؟ فبزبط بس إحنا إيش؟ خلص دائما القطوع المخروطية connect sections إذا سألني عنها symmetry بالامتحان الأحسن أني أرسمها برسم هذا هذا بما أنه سالب إكستربيع إذا فتحته للأسفل وبما أنه بهذا الشكل لاحظوا أنه هو symmetry about إيش؟ about y axis فهذا symmetric about y axis إذا طلب مني شو اسمه بحكيله هذا اسمه parabola تمام؟ opening down أوكي هذا بسألني عن symmetry طيب بالأول خليني أحدد شو هاي الرسمة هاي الرسمة عبارة عن hyperpola ليش؟ لأنه في واحد منهم موجب واحد سالب وكلاهم عليه تربيع تمام؟ كلاهم عليه إيش؟ كلاهم عليه تربيع طيب الhyperpola هل هو عمودي ولا أفقي؟ ما بتطلع على الرقم الأكبر بتطلع على إيش؟ بتطلع على إيش هي الإشارته أو الvariable اللي إشارته موجبة الvariable اللي إشارته موجبة تمام؟ هو مين؟ ال-y فهذا رح يكون زي هيك هذا الشكل هو متماثل حوالين أي محور هو symmetry تمام؟ symmetry about إيش؟ about ال-x-axis فهذا السؤال symmetry about x-axis من خلال أني قدرت أرسمه طيب إذا بده شكله بقول له هذا الشكل عبارة عن hyperpola إيش؟ opening up and down تمام؟ طيب هذا السؤال بحكي لنا هاي الشغلة represents إيش؟ بحكي له هاي x equal minus 2 y squared هاي بتفتح لليسر فهاي عبارة عن parabola بدور بالخيارات على خيار parabola تمام؟ opening إيش left طيب شوفوا هذا نوع تاني من المسائل يعني طلعوا له هلأ احنا أخذنا نوعين النوع الأول شو بعطيني؟ بعطيني زي هيك معادلة وبحكي لي هاي المعادلة يا شو رسمتها يا شو اسمها يا شو رسمتها ركزوا معي؟ أول نوع من الأسئلة شو رسمتها؟ تاني نوع من الأسئلة شو اسمها؟ احنا أخذنا هاي اسمها parabola opening left رسمتها بهاي الطريقة النوع الثالث بيسألني عن السيمتري النوع الرابع من المسائل بعطيني رسمة وبحكي لي مين الاقتران اللي ممكن يعبر عن هاي الرسمة بحكي له لحظة شوي هاي هاي parabola opening right and left أول شي لازم يكون عندي x تربيع و y تربيع واحدة موجب و واحدة سائلة بهذا الخير غلط لأنه كلاهما موجبات تمام؟ وهذا الخير غلط لأنه ما في تربيع على التنتين فالصح يا هاي يا هاي بما إنها باتجاه ال x-axis تمام؟ right to left فلازم تكون ال x هي الموجبة فإذن خلص هاي هي الجواب هاي هي الجواب الصح بهاي السرعة بالامتحان بطلع الجواب نيجي لهذا السؤال بنفس الطريقة بحكي لي هاي الرسمة طلعوا هاي الرسمة شو المعادلة تبعتها شوفوا هلا إحنا عارفين أنه هاي الرسمة عبارة عن إيش عبارة عن بربولا بربولا فاتحة لليمين يعني فاتحة لليمين يعني لازم تكون على شكل x-axis و y تربيع لكن وين مشكلتها؟ معمولها shift هيك بمقدار واحد ما بدياكم تحفظوا يعني ما في دائع تحفظوا إنه إحنا حافظين إذا كان عندي اقترانات إنه إذا بحط جمع خارجي بطلع لفوق طرح خارجي بنزل لتحت جمع داخلي بروح لليسار وطرح داخلي بروح لليمين هذا في الفونكشنز تمام؟ بينما هذا النوع من الإكويشنز اللي هو الكونيك سيكشنز ما بدي تحفظوا فيه الإزاحات لإنه عشان ما تتخربطوا مع الإشي الأصلي طب هلا كيف ممكن أعرف؟ شوفوا طريقة الحل ما أسهلها باجي هون بحكي هاي النقطة شو إحداثياتها؟ هاي النقطة إحداثياتها بالx واحد وبالy صفر يعني لازم لما أحط مكان y صفر يطلع الجواب واحد تعالوا نشوف من من الخيارات اللي إذا حطيت مكان y صفر بطلع الجواب واحد هون إذا حطيتم مكان y صفر تطلع x صفر هون إذا حطيتم مكان y صفر تطلع x سالب واحد معناته هاي خطأ هون إذا حطيتم مكان y صفر تطلع x إيش تطلع x واحد هاي ممكن تكون صح تمام؟ وهون إذا حطيت مكان y صفر تمام؟ إذا حطينا هون مكان y صفر برضو بتطلع X1 فممكن تكون صحه هون إذا حطيته مكان Y0 تطلع X1 معناته رسمتي حتكون عبارة عن إما هذا الخيار اللي هو B أو هذا الخيار أو هذا الخيار تمام؟ إما رح تكون Y تربيع زائد 1 تمام؟ وإما تكون Y ناقص 1 لكل تربيع وإما رح تكون Y زائد 1 لكل تربيع طيب كيف بدي أعرف أنه واحد الصح؟ بجرب نقطة تانية بجرب أي نقطة تانية مثلا كيف يعني بجرب أي نقطة تانية يعني مثلا باجي لنقطة هون لما Y تساوي على سبيل المثال واحد باجي بشوف Y تساوي واحد شو بتطلع قيمة X لو حطيت هنا Y1 هتطلع قيمة X0 غلط لما Y1 X هتطلع لها قيمة معينة هون قيمة موجبة قيمة أكبر من الواحد حيطلع للX قيمة المفترض تكون 2 حسب الرسمة تبعت يعني مرة تانية لو حطيت أنا مكان Y1 هاي حسب رسمتي هاي النقطة إحداثياتها بالY1 وبالX لها رقم معين بغض النظر شو هو هذا الرقم لأني أنا ما بعرف المعادلة فإجيت لو جربت هاي ما بتزبط لأن لو حطيت هون واحد فإيش بطلع عندي بطلع عندي X0 فإذا هاي المعادلة غلط تمام؟ ضل الخيار هاي أو هاي طيب تعالوا نجرد لو حطينا هون مكان Y1 تمام؟ هتزبط هاي وحتزبط هاي كلاهم ممكن يعطيني جواب صح طيب جربوا Y سالب واحد لو جربت Y سالب واحد ليش عم بعطيكم هاي الطريقة ممكن تحكون طب يا أناس هاي الطريقة طويلة لا لا هي مش طويلة تمام؟ مش طويلة هاي بس بدها شوية تحس هندسي من الجواب الصح بس هاي الطريقة عشان أنتوا ما تحفظوا لأنه إذا بتحفظوا رح تتخربطوا مع الشغلات اللي أنتوا أصلا درسينها بدرس الشفتينج تمام؟ ما بدياكم تحفظوا فتجرب كل اللي حتطروا تعملوه تجربوا ثلاث أرقام بس طبعا هنا الخيارات أنا كتير مصعب لكم إياها ليش؟ يعني معطيكم خيارات أنه ممكن يطلع أنتكم أكتر من جواب صح عشان تجربوا كل الأرقام تعالوا نجرب السالب واحد السالب واحد هون شو رح تعطيكم بالـ X صفر بينما السالب واحد بالـ Y لازم تعطيني قيمة موجبة لـ X هنا السالب واحد بالـ Y رح تعطيني قيمة موجبة لـ X إذن هذا هو الجواب الصح X تساوي Y تربيع زائد واحد وممكن كنت أفكر فيها بطريقة تانية أنه Y تربيع شو بتساوي X ناقص واحد لما الـ X تساوي واحد لازم أن أعوض مكان X واحد يطلع Y صفر وهذه طريقة تانية للتفكير شوفوا كيف مرة تانية هنا كيف فكرت لما أحط مكان Y صفر لازم تطلع الـ X واحد فحطيت هون مكان الـ Y صفر طلعت الـ X واحد حطيت مكان الـ Y صفر طلعت الـ X واحد وحطيت مكان Y0 طلعت X1 ممكن إيش أجي أحكي طب إذا بحط مكان X1 لازل تطلع Y0 العكس حطوا مكان X1 هون تطلع Y0 حطوا مكان X1 هون تمام ما حتطلع Y0 حطوا مكان X1 هون ما حتطلع Y0 إذن هاي غلطوا هاي غلطوا هاي هي إيش الصح هاي برضو طريقة تانية للتفكير يعني إما باجي بعوض ثلاث أرقام لY مختلفة هذا الرقم وهذا الرقم وهذا الرقم بشوف شو بطلع X وبشوف أنه واحدة تزبط عليها واحد مكان X وبتأكد مين بتعطيني Y0 تمام بعدين بحط مكان Y0 وبشوف إنها لازم تعطيني إيش مكان X1 لأنه هدول التنتين مع بعض هاي نقطة واحدة تمام هيك إحنا منكون يعني خلطلينا نحكي غطينا كل أنواع الأسئلة اللي ممكن تيجي على درس الConnect sections بالإضافة للمحاضرة اللي أخدناها المرر الماضية نشوفكم على خير في محاضرات قادمة إلى اللقاء شكرا